اشتركوا في القناة عن قصة آل ياسر ولكن قبل أن نبدأ دعونا نتعرف على أهداف حصتنا أن يتعرف الطالب على فضل الصبر في الإسلام أن يتعرف الطالب على واحدة من أروع القصص الصبر والتضحية في سبيل الله والآن سنبدأ بلغة صغير وهو خلق جميل حثنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر في القرآن الكريم بعدة تصريفات ومشتقات هذا الخلق يتكون من خمسة حروف يبدأ بألف ولامد والحرف الثالث حرف الصاد بقي حرفين يا ثالث ما هو هذا الخلق؟ أحسنتم إنه خلق الصبر الصبر من أعظم الأخلاق التي أولاها الإسلام معناية كبيرة فقد ذكر في القرآن الكريم مرات عديدة في مشتقات وتصريفات والآن سنتعرف على قصة من أعظم قصص التي خلدها التاريخ بسبب عظم الصحابة التي ذكروا فيها وهم آلة ياسر آلة ياسر تتكون من الأب ياسر بن مالك والأم سمية بنت الخياط والابن عمار بن ياسر أعرف ماذا حدث مع هذه الأسرة عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الإسلام بعد أن نزل إليه الوحي عن طريق جبريل عليه السلام بدأت الدعوة سرا لأن الله أمره بذلك بقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فبدأت في أقاربه حيث أول من أسلم من الرجال كان من يا ثالث من يذكر لي؟ أحسنتم أبا بكر الصديق أول من أسلم من النساء من؟ أحسنتم إنها خديجة بنت خويلد وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب أبدعتم بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوة آل بيته ثم أمره الله تعالى بعدها أن يجهر بالدعوة لقوله واصدع بما تؤمر فبدأ الرسول جهرا وعندما بدأ جهرا عارضه المشركين حيث قالوا له كيف تعارض آلهتنا التي عبدناها وحاربوا وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقاطعوه وكان يعذبون الأسر التي تسلم أشد العذاب ومن بين هذه الأسر أسرة آل ياسر حيث كانت أسرة آل ياسر تعمل موالية في آل مخزومي وعندها أسلم ابنهم عمار بن ياسر ودعا أباه ياسر إلى الإسلام وأمه سمية فأسلم عندما علمت كفار قريش بإسلام هذه العائلة أخذتهم إلى الصحراء عذبتهم أشد العذاب حيث وضعتهم تحت أشاعة الشمس الحارقة دون طعام أو شراب وجلدتهم بالصوت حتى يرتدوا عن دينهم الإسلامي اليوم طلب كفار قريش من ياسر أن يرتد عن دينه ولكن ياسر رفض الارتداد عن دينه فقام بقتله فجاء إلى سمية أبو جهل وطلب منها أن ترتد عن دينها الإسلامي ولكنها رفضت فقام بقتلها فكانت سمية شهيدة في الإسلام كان عمار يشاهد تعذيب والديه من قبل كفار قريش حيث شاهد كيف قتل أباه وأمه أمام عينه ولكنه لم يرتد عن دينه الإسلامي رسول صلى الله عليه وسلم يشاهد آل ياسر وهم يتعذبون ولكن كان يصبرهم بقوله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة لأن رسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت لم يكن قادرا على دفع الأذى عن آل ياسر لأن شوكة الإسلام وقتها لم تكن قوية يصبرهم ويدعوا لهم بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة والآن يا أحباء الطلاب دعونا نحل أسئلة الكتاب لنتمكن من فهم الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر